صباح الأمل صباح الساعدة صباح بكرة أحلى أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صباح بكرة أحلى السبت من كل أسبوع أولا نقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2020 يا رب تبقى سنة سعيدة عليكم وعلى أولادكم وتبقى سنة جميلة لمصر والوطن العربي ككل وتبقى سنة الظهار ورقي وتنمية نبتدي حلقتنا زي ما انتم متعودين على امسك إشاعة الإشاعة وتجذبها عندنا النهاردة بيقول لك الإشاعة مصر تتنازل عن مقترحة الخاص بقواعد ملء تشغيل سد النهضة الكلام ده طبعا مش مظبوط لأن احنا يعني أن يتميلي سد النهضة بالشكل اللي انتم عارفينه في الوقت الأولاي لده معناها كرسة على مصر وطبعا مصر مش ضد النمو أي دولة ولكن هو أن احنا يعني عايزين لا ضرر ولا ضرار عايزين التنمية للدول كلها ولكن كمان ما يبقاش فيه ضرر على مصر دي إشاعة مصر مش هتتنازل أبدا عن مقترحاتها بخصوص ملء سد النهضة طيب بيقولك تفشي فيروس أنفلوانزا الطيور والكلام ده مش مظبوط لأن وزارة الزراعة قالت أن الكلام دوت مش مظبوط لأن احنا بنطعم ومنتابع موضوع أنفلوانزا الطيور ديت ونخلي بالنا من الموضوع دوت أن كل مثلا من لاقي أن الفراخ رخصة يقولك لا دي فيه قصة مش عايزين ننهض والتنمية عندنا شغالة ومش بنبص ورانا عندنا بيقولك تراجع إنتاج قطاع الكهرباء في 2019 أنا شايف يعني تراجع يعني إزاي هو حد فيكم النور عنده بيقطع يعني باللوجيك كده في حد فيكم النور عنده بيقطع تراجع إيه ده احنا هنصدر طيب ارتفاع أسعار شرايح الكهرباء في الأعدادات اللي هي صابقة الشحن اللي هي بكرت فيش الكلام ده خالص العدادات صابقة الشحن زي العدادات القديمة وفيه شرايح والدولة بتشيل يعني بتشيل المواطن اللي ليه الدعم وليها شرايح زي ما هي زي العداد القديم ما فيش أي تغيير نخلي بالنا من الإشعاعات عشان خاطر الإشعاعات بتبهد للدول وبترجع بالدول لورا بتحصل كوارث في دول نخلي بالنا وكمان مناسبة الكهرباء يعني لبنان من ضمن المظاهرات بتاعتها بيقول احنا عايزين نبقى زي مصر لما جاء قيادي بتاعهم هنا هو في مصر استغرب أن النور ما بيقطعش عندهم العجيب أن النور يبقى موجود عشان كده تلاقيه حتى فيه سلوك في لبنان تلاقي فيه سلوك كده كل كام عمارة مشتركين في مولد وكلهم شغالين مولدات احنا عندنا في مصر الحمد لله في نمو وفيه شغل بيتعامل من القيادات ولازم نقول لهم يعني تعظيم سلام وربنا معاكم والشعب كمان معاكم عندنا بيقول لك تهجير اهالي عزبة الهجانة في اقتار تطوير الدولة كل ما الدولة تبتدي تشغل في مكان يبتدوا يطلعوا اشعاعات لا هم بيطوروا المكان عشان يبقى نقضي على عشوائية ولكن بدون المساس لأي حاجة بالنسبة لأهالي عزبة الهجانة تعيين خطباء في الاوقاف بين غير اختبارات كلام ده مش هينفع ابدا يعني على اساس ايه وهم ما شاء الله هم شطار يعني لان الازهر يعني حتى يقول لك ابتدائي لازم يبقى حافظ كم جوز اعدادي كذا يعني هم اكتر ناس متأسسين وما فيش حد بتعين الا بالاختبارات عندنا حاجة اخيرة بيقول لك غرق مواقع عسرية في الاسكندرية بسبب الامطار الكلام ده مش مظبوط و عندنا منهتم بالاماكن الاسرية ويمكن النهاردة معانا خبير سياحي كبير جدا في الشرق الاوسط وفي مصر الاستاذ عطية يامن الخبير السياحي اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك اهلا بيك استاذ وجد انت نورت صباح بكرة احلى بافتسامتك الجميلة ربنا يخليك ربنا يخليك انا سعيد جدا ان انا معاك وشكرا على اللقاء الجميل ده انا جبته طبعا زي ما انتم عارفين ما بيجيب ديوفي بالعافية من كتر اشغالهم ويعطيها به من الناس اللي مشغول 24 ساعة ربنا يخليك او 48 ساعة انا سعيد ان انا معاك وده شرف لي اكون معاك والله شرف للبرنامج وشرف لكل مصر انه يشاهد الشاب الجميل الخبير السياحي اه من اكبر الخبراء الموجودين في الشرق الاوسط الاستاذ عطية يامن ربنا يخليك نبتدي ونتكلم عن تنشيط السياحة اه يعني انا شايف الاول كده هو اه التبادل ورجوع بريطانيا تاني بطيران سياحي وابواج سياحية اه احنا نعرف ان ان يعني المخابرات البريطانية هي اللي بتمشي العالم كله فمعنا كده اعتبر دي شهادة بتقول ان مصر بلد الامان اه حضرتك كخابير سياحي استاذ عطية يامني تجد هذا المشهد ازاي في الحقيقة ده من الاخبار الجميلة جدا في الحقيقة من الاخبار يعني من افضل الاخبار اللي ممكن ننهي بيها 2019 هو عودة الطيران الانجليزي هو عودة الطيران البريطاني لشرم الشيخ لان ده رسالة ايجابية جدا جدا احنا عارفين ان بريطانيا اما وقفت الطيران في دول كتير طلعت وراها في دول كتير مشيت وراها زي روسيا وزي ايطاليا وبعض الدول كمان زي اوكرانيا ولكن عودة الطيران البريطاني من الرسائل الايجابية المهمة جدا ومن رسائل ابتمقنينة اللي بتدي بشاير خير ان شاء الله ان 2020 هيبقى عام مختلف على السياحة المصرية وان 2020 هيبقى عام عودة جديدة وعام انطلاقة جديدة للسياحة وان شاء الله نرجع لمعدلات قبل 2011 اللي هي مصر ان شاء الله تستقبل من 15-20 مليون سايح سنوي ما شاء الله يعني حضرتك بتجد ان المشهد يعني مبشر بالخير اكيد المشهد مبشر جدا جدا استقرار امني على اعلى مستوى استقرار سياسي الحمد لله في البلد على اعلى مستوى كل دي لسائل ايجابية لان السايح يهمه ان هو يروح مكان آمن يروح مكان مفهوش مشاكل والحمد لله احنا من يعني تبقى لاحدث الاحصائيات مصر من من اكتر تمن دول امنا في العالم ودي رسائل كلها مبشرة جدا ورسائل ايجابية مع عودة الطيران الانجليزي نتمنى عودة الطيران الروسي لشرم والغرداء تاني من جديد عودة طيران شارتر من اسبانيا عودة طيران شارتر من اوكرانيا كل الامور دي مبشرة جدا عاطية بيه يامني الخبير السياحي المصري الجميل الشاب المتقلق في مجال السياحة كيف تجد من وجهة نظرك ازاي نقوم بعملية تنشيط السياحة في الحقيقة الدولة واخدى خطوات مهمة اوي والفترة اللي فاتت كان فيه رسائل ايجابية جدا جدا من اهم الرسائل الايجابية اللي الدولة بتديها المؤتمرات اللي بيعملها سيدة الرئيس السيسي في اسوان وفي شرم وفي القاهرة وفي العاصمة الادارية الجديدة الناس لازم تاخد بالها ان يكون لدي رسائل ايجابية اما تجمع فوق خمسين رئيس دولة وفوق خمسين رئيس وزراء ورؤساء حكومات من افريقيا ورؤساء حكومات من الشرق الاوسط وشباب من 150 دولة في العالم كل دي رسائل إيجابية مهمة جدا وكل دي عوامل مهمة أو لتنشيط السياحة الفترة الجاية محتاجين نستمر في الأمور دي والفترة الجاية محتاجين نزود أكتر الحملات الدعائية في الدول المصدرة للسياحة لمصر محتاجين نعمل حملات في أوروبا أكتر محتاجين نعمل حملات في أمريكا الجنوبية أكتر دول كتير جدا في أمريكا الجنوبية محتاجة تعرف كتير عن مصر محتاجين نسوأ بقى المشاريع اللي هيتم افتتاحها لفترة الجاية في 2020 أنا بقولك 2020 عام انطلاقها إن شاء الله للسياحة المصرية علشان احنا عندنا أهم متاحة في العالم هيتم افتتاحها في 2020 المتاحة في المصر الكبير هيفتتاح مطار الجلالة مطار العالمين مطار سفينكس الدولي كل دي أمور مباشرة جدا وكل دي دعاية مباشرة وغير مباشرة لقطاع السياحة في مصر محتاجين كمان الفترة اللي جاية إن الدولة تدعم الطيران العارض اللي هما بيقولوا عليه الطيران الشرطر تسهيل وصول شركات الطيران منخفضة التكاليف أو طيران اللوكوست كل الأمور دي محتاجينها الفترة الجاية ومحتاجين الدولة تهتم بيها جدا الفترة الجاية لأن كل دي من الأمور المؤسرة على عودة السياحة وكل دي من الأمور اللي بتزود أعداد السائحين إحنا نفسنا إن الأعداد تزيد ونفسنا إن الأرقام تزيد تاني كل الأمور دي مهمة جدا إن إحنا نعلي الأرقام وأرقام السياحة اللي تيجي البلد ده كلام جميل طب ده بالنسبة للسياحة الخارجية حضرتك شايف إن اللي بيعمله الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة لمنتدى الشباب العالم إنه ده شيء من الترويج للسياحة في مصر زي شرم الشيخ والأماكن زي كده طيب يعني إيه وجهة نظرك بالنسبة لو إحنا قلنا يعني إنت تنصح بإيه برضو الدولة غير طبعا اللي بيعمله الرئيس أكيد برضو المفروضة عليهم عاهد يعني هل من وجهة نظرك إنه ممكن يعمله حاجات تانية إضافية إضافة لللي بيعمله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يبتدوا يعمله تنشيط أكتر أتمنى أتمنى الدولة تهتم داخليا أكتر بمعنى المناطق السياحية والمناطق اللي حواليها في مناطق حوالين الهرم وصقارة فيها زبالة كتير محتاجين نشتغل عليها محتاجين في الصعيد برضو نهتم قوي بمدن زي إدفو كومومبو دي أمور مهمة جدا الدولة تهتم بيها داخليا مهم كمان الدولة تشجع السياحة الداخلية مهم جدا الدولة تشجع إن أبناء الوطن يلفوا في الأقصر وأسوان وشرم والغردقة ومرسعالم يشوفوا بلدهم لأن ده برضو من الأمور الإيجابية جدا مهم جدا إن إحنا ندخل مواد في المدارس تعلم الأطفال أهمية السياحة كل دي أمور الدولة ممكن تهتم بيها وكل خطوة بتتم من نظافة ومن اهتمام بالمناطق الأسرية هي أمور بتساعد على تنشيط السياحة تمامياً حضرتك من خلال البرنامج بتحاول تدعو وزارة التربية والتعليم بتدريس السياحة وليكن مثلاً في كتاب التاريخ من هيعرفوا تاريخ ومن هيعرفوا بلدهم طبعاً لأن حتى الدول الخارجية الطفل من 8 سنين بيبدأ يدرس مصر ويدرس أثار مصر ويعرف تاريخ مصر فدي من الأمور المهمة جداً أن احنا كمان أطفالنا وشبابنا يعرفوا بلدهم وتاريخ بلدهم يعرفوا أن دي أعظم حضارة في التاريخ الإنساني كله لازم دي مهمة جداً وكمان لأن احنا بره بيدرسوها فننفعش بره يدرسها وابن البلد ما يدرسهاش فقرية وزارة التربية والتعليم تهتم جداً بالنقطة دي أنت عارف أن في شباب ما رحوش مثلاً الهرم طول عمره ما رحوش لقصر ولا أسوان ولا يعني ما تحركوش أنت شايف أنها العيب في مين أنا مش عارف ليه ما هو يعني زمان كنت تحس أنها منظومة أكتر المدارس بتعمل رحلات للألعاء ورحلات للهرم ورحلات للمناطق الأسرية ما هو برضو مرتبطة بالتعليم وبالتالي وزارة التربية والتعليم لازم تقول يا جماعة لازم يبقى عندك على مدار العام أربع خمس رحلات الولاد يعرفوا تاريخ بلدهم الولاد يلفوا في لقصر وأسوان يرجعوا تاني قطار الشباب اللي كان بيروح لقصر وأسوان وزارة الشباب والرياضة برضو ممكن تعمل مبادرات وتاخد شباب تواديهم لقصر وأسوان يشوفوا أسار بلدهم الولاد لازم يعرفوا أن دي أعظم حضارة في تاريخ البشرية أعظم وأهم حضارات التاريخ الإنساني كده بيقولوا برة كده ما ننفعش أن احنا ما نعرفش الكلام ده رحلات المدارس لازم يوجهوها لمناطق الهرم وصقارة والألعة ويلفوا يشوفوا أسار بلدهم والمتحف المصري في الحقيقة دي كلها أمور زمان كنا بنعملها مش عارف ليه في الوقت الحاضر قلت جدا ولكن المهم بدل ما بيروحوا يزوروا مول ويزوروا مركز تجاري لا يروح يزوروا أسار البلد ويروحوا يتفرجوا على أسار بلدهم أفضل طيب إحنا ناخد من كلامك الأول عشان السياحة الداخلية عشان ما تروحش من لين إحنا عايزين نتكلم على موضوع السياحة والأسار ودمجوم وبعد ده في السؤال الثاني لكن دلوقتي يعني أجازة نص السنة اللي بقت على الأبواب حضرتك يعني كأستاذ عاطية يعني يمني الخبير السياحي تنصحهم يروحوا فيه أتمنى أن كل الأسر تحاول تاخد ولادها وتروح للمناطق الأسارية أتمنى أن كل الأسر تروح تشوف الأسر وأسوان مدن عالمية مدن التاريخ كله عبق التاريخ كله هناك في الأسر وأسوان مش لازم يروح يعمل رحلة في النيل على مركب لو هي غالية فيه فنادق في الأسر وأسوان فيه فنادق ثلاث نجوم وأربع نجوم ياخدوا لدهم ويركبوا الأطر ويروحوا ياخدوا لدهم ويروحوا الأسوان فيها فنادق نوبية جميلة فيها فنادق حلوة ورخيصة فيها فنادق ثلاث نجوم وأربع نجوم فدي كلها أمور مهمة جدا ياخدوا ولادهم ويروحوا شرم الشيخ ياخدوا ولادهم ويروحوا الغردقة ياخدوا ولادهم ويروحوا مرس عالم ممكن الناس تعمل رحلات بأسعار كويسة وممكن الناس تروح تعمل رحلات لولادها ياخدوا ولادهم هما ويروحوا يلفوا بيهم لأسر وأسوان يستغلوا أجازة نصف السنة ويروحوا اسكندرية ويروحوا كل أسعار بلدنا دي مهمة جدا جدا ولادهم هيحبوا البلد أكتر أولادهم هيتعلقوا بالبلد أكتر لما يشوفوا أن فيها حاجات جميلة كده حاجة بس يعطيه بيه الأسعار أنت عارف في النازل وقت يعني إيه فكرتك في أن إحنا منها نقلل في الأسعار ومنها في نفس الوقت بأذار وفي نفس الوقت يعني هل ممكن يلموا بعض أو أصدقاء أو يعني فكرة حضرتك إيه ممكن ممكن يلموا بعض الأسر مع بعض ياخدوا الولاد يشجعوهم يبقى الولاد مع بعض في غرف والبنات مع بعض في غرف وعشان كده في الأول قلت مش لازم يروح يركب مركب في النيل لأن فعلا الأسعار ممكن تبقى غالية شوية بالنسبة لها ولكن فيه فنادق لقصر فيها فنادق 3 نجوم وأربع نجوم بأسعار جميلة جدا أسوان فيها فنادق برضه 3 نجوم وأربع نجوم بأسعار جميلة جدا مش لازم يروح المراكب النيلية لأ يروح ويلف ويستمتع أكتر يقعد 3-4 أيام في لقصر ويقعد 3-4 أيام في أسوان وممكن فيه القطر بيروح لقصر والقطر بيروح أسوان كلها أمور مهمة جدا وفي متناول الجميع وبأسعار كويسة جدا يعني إحنا بندعو من خلال الخبير السياحي الأستاذ عطية يمني أن كل مواطن يبتدي يبص للأمور بشكل مختلف بالنسبة لسياحة بلده منها يعرف تاريخ بلده لأولاده وممكن يعني يشتركوا مجموعة مع بعض يبقى البنات زي ما قال عطية بيه بقى البنات لوحديهم والولاد لوحديهم بس لما باسمعنا كلمة فندق ببتدي خاف الأسعار إيه عبارة عن إيه يعني إيه فهم برضي لا والله إبما فيه لكل الأزواء ولكل المستويات عشان كده فيه فنادق 3 نجوم وفيه فنادق 4 نجوم وفيه فنادق 5 نجوم الأسعار يعني أنا أعتقد أن فيه فنادق من 200 جنيه و300 جنيه كل أسعار وأسوان وفيه فنادق برضو في أسوان نوبية فنادق جميلة كتير قوي الناس تستمتع بالنيل وبالطبيعة الجميلة بتاعة أسوان فيهم أماكن كمان بيقولك فارسون جميلة جدا جدا عشان جاب أقولك ياريت الدولة ممثلة في وزارة التعليم ووزارة الشباب والرياضة يبدأوا يرجعوا كمان رحلات المدارس وقطار الشباب عاوز أقولك على تجربة أنا درستها وعشتها في المكسيك كنت في المكسيك المكسيك كان عندهم مشكلة في الأمن وما كانش فيه سياحة بتروح ولكن كان عندهم منتجات كتير جدا فضية في كانكون وفي الكريبي وعندهم شواطئ جميلة بس ما كانش حد بيروح فبدأوا يعملوا حملة لتنشيط السياحة ووصلوا لعشرين مليون سايح داخلي عشرين مليون سايح من المكسيك بدأوا يروحوا المدن دي وبدأوا يروحوا الشواطئ وبدأوا يروحوا الكريبي وبدأوا يروحوا كانكون فكان ده مؤشر جميل جدا أنه هم طيب ما فيه سياحة أجنبية لا فيه سياحة مصرية وبقى فيه أهل البلد بدأوا يعرفوا بلدهم وبدأوا يلفوا وبقى من القطاعات المهمة جدا عندهم إحنا كمان دولة كبيرة إحنا 100 مليون فلو خدنا 20-30% هنكلم في 30 مليون سايح مصري يلفوا جوا بلدهم والفلوس تتحرك جوه البلد ويلفوا شواطئ مصر ويلفوا مدن مصر كلها فده مهم جدا طيب يعني أنا بقول دلوقتي أن إحنا نعرف الناس السياحة نعرف الناس أماكنها نحاول ننشط السياحة الداخلية زي ما حضرتك فضلت وقلت طيب أنت شايف أن ممكن يبقى فيه دمج ما بين وزارة التعليم وزارة السياحة والأثار وبعض يعني الوزارات بحيث يبقى فيه تكاتف أن إحنا نعتمد برضو على السياحة الداخلية طبعا لازم يبقى فيه تكامل وهو طبعا مش ينفع تدمج كل الوزارات في وزارة واحدة خصوصا التعليم والثقافة ولكن أنا عاوز أقول حكي قلت لي اندماج وزارة السياحة والثقافة أنا بهني القيادة السياسية على اندماج وزارة السياحة والأثار في وزارة واحدة دي من الأمور المهمة جدا 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 بس ما نريدين بقى ساعتك توضح لنا النقطة دي لسابق ومن الأمور الإيجابية جدا 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 أولا اختيار موفق جدا لمعالي الوزير خالد العنيني لأنه هو زو خلفية سياحية وزو خلفية أسرية فيعني من أفضل الناس اللي ممكن يتولى قيادة الوزارتين السياحة والأثار مرتبطين ببعض جدا السياحة الثقافية في مصر وكلها أيما على الأثار أيما على الأثار اللؤسر وأسوان والقاهرة والمينيا وبالتالي دمج الوزارتين هيقلل الروتين اللي في النص وهيقلل القرارات اللي بتتاخد من وزارة من جهة والقرارات بتتكد من وزارة تانية جهة عكسية فدمج الوزارتين من أهم الأمور اللي القيادة السياسية خدتها في التغيير الوزاري الأخير وأنا بهنيهم وأنا متفائل جدا بمعالي الوزير خالد العنيني أنه هو يعمل طفرة في السياحة الثقافية لأنه خلاص بقى وزير السياحة والأثار فدول كتير جدا كده دول كتير جدا حتى دول كتير جدا السياحة والأثار والثقافة كلها مندمجة في وزارة واحدة زي إسبانيا ربطة السياحة بالأثار بالثقافة نقطة الدمج بقى ونقطة أتمنى يكون فيه تنصيق على أعلى مستوى ما بين وزارة السياحة والأثار والطيران ووزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة دول يعملوا تكتل ويبقى فيه تنصيق عالي جدا بينهم وإن شاء الله ده ممكن يؤدي لتطور قطاع السياحة بالكامل داخليا وخارجيا يهمنا جدا خارجيا برضو علشان هو اللي بيجيب العملة الصعبة للبلد علشان هو اللي بيجيب الفلوس الخارجية للبلد هو اللي بيجيب الاستثمار شركات العالمية تيجي تستثمر وتبني فنادق في مصر فيبقى فيه تكامل ما بين هنا وما بين هنا نقطة وزارة السياحة والأثار من النقطة الإيجابية جدا وأعتقد أنها بداية مبشرة خصوصا مع افتتاح المشروعات الجديدة اللي هتبقى في 2020 وأهم مشروع فيها والمتحف المصري الكبير ده كلام جميل بس أنا برضو جزيلا أنا عايز أفهم حكاية السياحة والأثار ودمجهم ده كلام جميل بس يعني هل يا تارى فيه استعداد لوزارة الأثار أن تندمج بالفعل مع وزارة السياحة يعني هل فيه استعداد أن أنا تقبل أن أنا مندمج مع وزارة تانية بحيث أن يبقى فيه تعامل وشغل في تنشيط السياحة خارجين ودخلين أكيد أكيد فيه استعداد لأنه هو الوزارتين في الحياة مش بعادة عن بعض الوزارتين مش بعادة عن بعض الوزارتين فيه تنصيق بينهم لأن السياحة بتياخد الأثار اللي هي بالناس بتيجي تزورها فالتنصيق موجود ولكن دلوقتي مش هيبقى فيه تنصيق ده وزارة واحدة وقرارات وزارية واحدة فوزير اللي هيقود الوزارتين طبعا فيه مساعدين هنا وفيه مساعدين هنا بس دلوقتي أنت شلت روتين كتير في النص لأنه كان دي وزارة مستقلة ودي وزارة مستقلة دلوقتي أنت عملت ووفرت الوقت الله ينور عليه ووفرت الوقت والاندماج هيبقى سهل علشان كده هم الوزارتين ما كانوش بعاد عن بعض الوزارتين كانوا قريبين جدا من بعض ولكن دلوقتي أنت سهلت القرارات وانت سهلت وصرعت من وطيرة القرارات الوحدة ما بين الوزارتين جميل يعني وفرنا الورق وده ورق رايح ورق جاي ومدة وكده فيعني ده معناها انه يبقى فيه فعلا شغلي كبير جدا طالما فيه دمج ما بين الوزارتين طيب احنا هنطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل مع الخبير السياحي الكبير والعظيم الشاب الرائع والستاذ عطية يمني انتظرونا بعد الفاصل صباح الامل صباح السعادة صباح بكرة احلى رجعنا لكم تاني مع الخبير السياحي الاستاذ عطية يمني عايزين بس نفكركم ان في جريدة بكرة احلى بنعمل دورة للصحافة الالكترونية طبعا هي يعني زي ما تقولوا بقى كده هو اللي محبي الكتابة الصحفية يتفضل يتصل بينا على جريدة بكرة احلى على رقم 011 55 44 2883 هنرجع تاني للخبير السياحي الاستاذ عطية اهلا وسهلا بيك اهلا بيك منور صباح بكرة احلى ربنا يخليك منور بوجودك دايما ربنا يخليك في مرة كنت في فترة رقود السياحة كده هو تعطية بيه فكنت في شرم في احدى الفنادي الانتر كنت منتر فبسألهم احنا ليه اغلى من الاجانب فقالوا بصراحة احنا يعني احسن لنا ناخد بسعر قليل للاجانب احسن من المصريين او العرب يجوا بسعر قليل او حتى غالب فسألتوا ليه قالوا ان العرب عموما ما عندهمش يعني يعني سياسة الحفاظ على المنشآت رأيك ايه في الموضوع ده وفي الحقيقة فعلا فيه ماس كتير بتسأل ليه الاجنبي احيانا بيبقى ارخص من المصري هي نقطة جوهرية جدا احنا بنتعامل وحش مع المنشآت الفندقية للأسف ودير سالة من برنامج حضرتك ان احنا يا جماعة اللي يسافر فندق يحافظ عليه مش لازم يكسر حاجة كمية التعامل مع الاكل وكمية الاكل اللي بيترمي احنا شوفناه في فنادق كتير جدا كميات مهولة وكميات كبيرة جدا جدا فدوت حتى دينيا مش كويس حرام ان انت الاصراف ده كتير جدا فدوت خوف كتير جدا من الفنادق وبالتالي الفنادق اقترت ترفع الاسعار بشكل مبالغ فيه شكل مبالغ فيه جدا على كلابقى خلاص وهو بيجي يبهدل ويعمل وبالتالي يعني رسالة الناس تحافظ على المنشآت الفندقية لان دي منشآت ناس تانية سبها لغيرك يستمتع بيها سبها لغيرك ييجي ويزور ويقعد في مكان نظيف خد الاكل اللي انت تقدر عليه تاكله بس مش لازم ترمي كتير يعني الامور دي كلها ظهرت فعلا في فترة ركود السياحة لان كان في رحلات كتير لنقابات والجهات بتاعمل رحلات فاستخدامنا بقى كمصريين او كعرب عموما هو كله كعرب يعني استخدامنا للفنادق كان سيء وبالتالي لازم نحافظ على الاماكن اللي احنا بنروحها ولازم نحافظ على الشواطئ اللي احنا بنروحها ولازم نحافظ على الاثار فعش اروح اكتب على اثار فعش اروح اكتب على معبد من الاف السنين اجي انا اروح ابوظه في اسبوع ففي الحياة كل الامور دي كانت خوفت الناس من السياحة الداخلية عشان كده برضو لازم يبقى فيه حملات توعية للناس ازاي يتعامل مع المطعم في الفندق وازاي يتعامل مع الغرة في الفندقية لان ده خوف ناس كتير اصحاب فنادق في فترة الركود السياحة افلوا فنادقهم في شرم والغرداء وقال لا انا مش عاوز السياحة اوفر له من وقت اه هو كان اوفر له لان كان الاستخدام صعب جدا استخدام كان صعب جدا وبالتالي الناس تحافظ على المنشآت الفندقية وتحافظ على الاماكن اللي هي بتروحها وفي موضوع الاكل بالذات حرام ان احنا نرمي كتير جدا اكل ما تستخدموش يعني انا كنت اشوف مثلا احيانا احنا كلنا بقى مصريين فتبص تلاقي واخد طبق كبير جدا مليء فوق خالص واخد اطباق ويعني انت عارف ايه كل اللي مع حدي يعرف يشيل اطباق يشيل طبعا فطبعا ده ودي تكلفة زيادة على المنشآت طبعا زائد ان هو ما بيستفيدش منه هو ما فيش فندق في مصر كلها هيقولك ما تاكلش لا لا فعلا ما فيش فندق هيقولك كفاية لا انت خليك رح خد اللي انت تقدر عليه بس اللي انت تقدر تاكله انما انت بتاخد كميات تكفي 3 اربع افراد وهو ده الفرق الجوهري ما بين المصري او العربي عموما والاجنبي هو الاجنبي بياخد كمية الاكل اللي هيقدر عليها فقط لغير والتالي ما تلقهوش رمى كتير العكس تماما هناك بياخد كمية تكفي 4 ا5 افراد بيأكل ما يكفي فرض والباقي كله بيتريمي فده المفروض يبقى في حمالة توعية المفروض حتى الفندق وهو داخل في بعض الفنادق بتعملها بيدي ورق التعليمات للسيح اللي داخل ازاي تستخدم البوفيه ازاي تستخدم المطاعم ازاي تستخدم الشواطئ ايه اللبس المسموح بيه على الشواطئ كل الامور دي مهمة جدا علشان يبقى الاصحاب الفنادق يستقبلوا السياح العرب والمصريين بحب وما يخافش يدخل في الحالة دي الاسعار تنزل في الحالة دي يبدأ يقرب الاسعار الاجنبي للمصريين طيب احنا كمان عايزين نفهمه مع طيب ايه يعني احيانا يبقى جايب بلبس البح ويدخل على مثلا مطعم او يدخل والكلام ده ما ينفعش فاحنا عايزين نوضح برضو من خلال خبير السياح ازاي عدرتك برضو للمواطنين برضو لازم الناس تفهم ان المطعم ليه لبس والشاطئ ليه لبس اللبس اللي بتروح بيه على الشاطئ ما ينفعش تروح بيه المطعم وما ينفعش تقعد تلف بيه في الفندق كل دي امور وسلوكيات لازم الناس تتعلمها كل دي امور وسلوكيات لازم حتى اتمنى ان الدولة اتمنى ان الدولة اتمنى من غرفة المنشآت الفندقية يعمل حملات توعية للناس في التلفزيون ويعمل حملات تصقيفية للناس في التلفزيون ازاي تتعامل مع الفندق لبس الفندق غير لبس الشاطئ لبس الشاطئ مش لبس المطعم كل الامور دي لازم الناس تتعلم هو مش هينفع تقول للناس ما تروحيش الفنادق مش هينفع تمنع السياحة الداخلية لأن ده عنصر مهم جدا وشركات كتير شغالة على السياحة الداخلية لازم حملات توعية ولازم حملات تصقفية للناس يعرفوا لو سمحت لبس الشاطئ ما ينفعش تدخل بيه المطعم لو سمحت لبس الشاطئ ما ينفعش تلف بيه في الفندق كل الأمور دي مهمة جدا ولازم يتعامل حملات أتمنى أن تتولاها وزارة السياحة أو غرفة المنشآت الفندقية أو وزارة الثقافة لازم يبقى في حملة توعية للناس نفهمهم الأمور دي كلها أمور تصقفية لازم نفهم الناس إزاي يتعامل مع الفندق وإزاي يتعامل مع المطعم وإزاي يتعامل مع الشاطئ وإزاي يتعامل مع الأسر إزاي يروح الهرم وما يسيبش وراء مخلفات كتير كل دي أمور مهمة جدا ونرجع لكلام حضرتك أن كمان يتدرس يعني حتى لو في الفترة اللي هي الابتدائية زي ما إحنا عايزين برضو يتدرس المرور والتعامل في الشارع إزاي يتدرس كمان السياحة والأثار وإزاي البروتوكول يعني فن البروتوكول كان زمان عندنا ماما نجوة تقولك ما ينفعش وإنت بتاكل تفتح بقك ما ينفعش تاكل من قدام حد تاكل من قدام كان في حاجات بقلوز والحاجات دي كانت بتوعي أمور تعليمية جميلة أنا أتمنى بقى أن حضرتك في البرنامج زي ما أنت بتعمل حملة كل يوم سبت ضد الإشاعات اعمل خمس دقائق كل يوم سبت توعية إزاي الناس تتعامل مع المرور إزاي ما تكسرش إشارة المرور إزاي ما ترميش زبالة في الشارع كلها منظومة واحدة كلها منظومة واحدة مرتبطة ببعضها إزاي ما تزور الهرب ما تسيبش وراج زبالة إزاي تتعامل مع الشوارع إزاي تتعامل مع كل منشآت البلد إزاي تركب قطر وما تقعدش تكسر في الكرسي إزاي تركب مترو وما تعرفش يعني حتى اعملها إسبوعيا خمس دقائق توعية للناس في أمور النظافة والزبالة اللي في الشوارع والمرور كل دي أمور مهمة جدا هي فكرة جميلة جدا وطبعا من خبير سياحي كبير زي حضرتك ربنا أخير طبعا مقدرين هذه الفكرة الرائعة طبعا مع احتفاظك لا لا أتمنى أنت تعملها أتمنى أنت تعملها ويبقى فقرة ثبتة عندك توعية الناس دي مهمة جدا في بكرة اجتماع للجامعية العمومية للغرفة السياحة وحضرتك عدوا فيها قل لي أساس الاجتماع دو أنا عدوا جامعية عمومية لغرفة شركات السياحة فيه إن شاء الله بكرة آخر اجتماع للجامعية العمومية في 2019 طبعا فيه أمور مهمة جدا البنود اللي هي الحساب الختامي والأمور المادية للغرفة ومشاكل القطاع بشكل عام ومشاكل الشركات السياحة بشكل خاص أنا من خلال برنامج حضرتك بوجه نداء لغرفة شركات السياحة إنها تهتم أكتر بشركات الشباب إنها تهتم أكتر بشركات الجديدة فيه سنن في الحياة شركات قديمة بتسلم شركات جديدة وبالتالي أتمنى أن غرفة شركات السياحة تدعم الشباب زي ما سيادة الرئيس السيسي بيقول وزي ما سيادة الرئيس السيسي بي نادي عاوزين نخلق فرص عمل للناس وعاوزين نساعد الشركات إنها تجيب سياحة خارجية أنا بوجه نداء لغرفة شركات السياحة إنها تبدأ تساعد شركات الشباب وإنها ما تكونش طرف في صراع ما بين شركات وشركات لازم تكون محايد ولازم تدعم كل الشركات السواسية مش شركات الأديمة بس في كل دول العالم أما حتى بيجي يعمل مؤتمر برا أو بيجي يشارك في مهرجان برا بياخد 50% شركات أديمة 25% شركات متوسطة و25% شركات صغيرة حتى مع رجال الأعمال بيعملوا كده برا مع رجال الأعمال في إسبانيا وفي شركات السياحة بياخد نص الأفراد من رجال الأعمال الكبار بياخدوا رجال أعمال متوسطين ورجال أعمال صغيرين علشان يساعدوا بعض كلهم وفي أجيال بتسلم أجيال احنا كشركة بنعمل اللي بيقول عليه سيادة الرئيس السيسي من فتح أسواق جديدة احنا فتحين أسواق في حوالي 24 دولة إسبانيا والبرتغال والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا والبرازيل بنفتح كل فترة بنفتح مكاتب في أسواق مختلفة علشان نساعد بلدنا ونجيب سياحة البلدنا طبعاً أنا بشكر الخبير السياحي الكبير الأستاذ عطية يمني وعلى فكرة في الكنترول بيقولولي اشكروا نياباتنا عننا لأنه بيتكلم كلام كويس بالأمانة بيقولولي دلوقتي أنت بتتكلم كلام كويس جداً أعتقد أن لو إحنا مشينا على جزء من الحوار دوت مصر تنهت كتير الوقت بيجري معاك بسرعة عايزين نقول لحضرتك والمشاهدين كل سنة وانتم طيبين نشكر حضرتك الخبير السياحي الكبير الأستاذ عطية يمني على هذا اللقاء الممتع شكراً جزيلاً أنا سعيد أن كنت معاك وسنة سعيدة على مصر إن شاء الله 2020 تكون عام انطلاقة للبلد كلها في كل القطعيات مش في السياحة السنة الجاية معنا؟ بإذن الله السنة الجاية لأسلاحك فاضل الإسبوع يعني السنة الجاية تبا معنا التلاتة الجاية إن شاء الله بيوعدكم الخبير السياحي الجميل اللي استمتعنا بكلامه استمتعنا بحواره الشيق إنه يبقى معنا في الحلقات القادمة بإذن الله طبعاً عايزة أقول لكم كل سنة وانتم طيبين لسنة 2020 يا رب الوطن العربي كله مصر تبقى دايماً بخير وبسعادة وبالنسبة لأعياد إخواتنا الأقباط المسيحيين نلقوا بكل سنة وانتم طيبين وأولادكم وأحبابكم بصحة وسعادة عايز في نهاية السنة دي أشكر فريق العمل معنا الكنترول ومعنا الأستاذ محمد شحاتة ومعنا الأستاذ نصر الشاهد ومحمد الشاهد وأستاذ وليد والأستاذ وليد يا مارة بيقولولي في الكنترول في ناس كتير جداً يا جماعة مش قادر أقول اسمها عايز أقول أن الناس دي عاملة وراء الكاميرا شغر كبير جداً ومعنا طبعاً الأستاذ أحمد وجدي في الإعداد والأستاذ نور الطويل في الإعداد والأستاذ منال سيد في الإعداد وطبعاً فريق عمل كبير بتقوله من تاني مصطفى مين والأستاذ عامري الجميل صاحب الابتسامة الحلوة بليه قوت عايز أقول لكم فريق كبير جداً من الناس المتميزة وراء الكاميرا في الكنترول أنتم مش شايفينهم عايز أقول لهم برضو كل سنة وأنتم طيبين وبيبلغوكم بيقولولكم للوطن العربي والمصر والأسرهم والأسرة الكبيرة مصر الجميلة كل سنة وأنت طيبين كل سنة وأنت طيب هتقول إيه آخر بقى حاجة قبل ما ننهي الحلقة كل سنة ومصر طيباً إن شاء الله وعاماً 2020 إن شاء الله يبقى انطلاقة للبلد في كل المجالات أعطيه بي يمني الخابير السياحي اتنا شاكرين جداً باللقاء مع حضرتك أعزائي المشاهدين نرجو أن نكون قد أسعدناكم وإحنا سعدنا بيكم وإن شاء الله نتقابل في السنة الجديدة كل سنة وأنت طيبين حلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامجكم صباح بكرة أحلي شكراً